في تعز شد المعارك وتتوسع رقعتها لتشمل المدينة ومعظم المناطق الريفية في المحافظة ففي مديرية الصلو لا تزال المواجهات العنيفة التي اندلعت قبل أسبوع مستمرة بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على معظم أجزاء المديرية وفي حيفان أفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير أجزاء كبيرة من المديرية بعد أن كبدت الميليشيا خسائر في الأفراد والعتاد في معركة بلغت حد كسر العظم خصوصا أنها تشرف على الطريق الواصل باتجاه الراهدة ومحافظة لحج دمنة خدير هي الأخرى لم تهدى الاشتباكات فيها والتي أدت إلى مصرع أكثر من عشرة من أفراد الميليشيا في المدينة لم يتغير الوضع كثيرا فلا تزال مدفعية الميليشيا مستمرة في إرسال قذائف الموت على الأحياء السكنية التي تضيف كل يوم أسماء جديدة إلى قائمة الضحايا المدنيين